عالم الجمال في مصر جميلة المشروع البورصة السلعية يضم العديد من المعارض والوكلات بالإضافة إلى سلاجات ومحطات تصدير ومخازن تجارية كما تضم البورصة منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعي بالسوق الناس برضو تحاول تخفض استهلاكها شوي بالتالي حتى تقل الطلاب على السلاع وبعد كده السلاع حتينزل سعرها ومرقبة الأسعار من خلال التموين وخلال الجهات الرقبية بالنسبة للموضوع السيطرة على الأسعار ده لازم يكون فيه قابة جديدة شوية من الدولة بحيث أنها تقدر تموها على كل الأماكن لتبيع السلاع الاستهلاكية البورصة ستحقق ضفرة اقتصادية غير مسبوقة وتستهدف القضاء على الاحتكار في سوق القضروات والفاكهة ومحاربة الغلاء بالإضافة إلى توفير غزاء آمن مراقب صحيا وفقا للمعاصفات الدولية عملية ضبط الأسعار خاصة مثلا نتحدث عن مشروع مهم جدا بيهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللي هو إنشاء المناطق اللوجستية في المحافظات وعندنا فيه أنا بحكم أن أنا بغطي وزارة التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية هو القائم بعمال دلوقتي إنشاء خريطة بالمناطق اللوجستية على مستوى السبعة وعشرين محافظة المناطق اللوجستية وإنشاء مراكز تجارية ومراكز خدمة وإنشاء سلاسل تجارية البورصة السلعية ستصدر شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزيدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين برجع لحضراتكم مشاهدينا في مصر جميلة وزي ما قلت العديد من الخطوات في الدولة بيتم في الفترة الحالية من أجل تحسين اقتصاديات المواطن المصري ومواجهته لكافة اتحديات الاقتصادية ويمكن من أكثر الأشياء اللي بتهمنا كلنا هي الأسعار وإزاي بيتم رقابة وضبط للأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية أعتقد ده شيء مهم جدا بالنسبة لنا كلنا تواجد بورصة خاصة بالسلع الغذائية بتأكيد إضافة كبيرة لابد أن احنا نهتم بيها نشوف الدور اللي هتقدمه بورصة في هذا المجال هل هتعتمد على رقابة على السلع الغذائية المتواجدة في الأسواق وضبط الأسعار الخاصة بيها هل هتهتم بجانب التصدير وبتأكيد ده يكون ليه تأثير مباشر على الاقتصاد المصري خلونا نعرف أكتر عن البورصة السلعية في مصر وليسعدني يكون ديفي اللي مشرفني بأساس فتحي السيد مرسي رئيس البورصة السلعية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية رئيس غرفة البحيرة اهلا بحضرتك منورنا منورنا يا فهلا نبتدي بقى بالبورصة السلعية يعني البورصة بشكل عامل لما بقول بورصة على طول بقول فيه نوع من الترابط ما بينها وما بين الاقتصاد بشكل كبير البورصة السلعية فكرتها والهدف من تواجدها هو احنا من كنا من اقدم الدول اللي موجود بها بورصات ما ننساش ان احنا كان عندنا بورصة القطن في السكندرية من مئة سنة او اكتر من مئة سنة اما الدولة اما قامت صورة يوليو والدولة ابتدت تتدخل في كل حاجة يعني من بقت قطاع العام وقال له القطاع الخاص ان هو يبقى موجود وحرية التجارة ابتدت تقل ابتدى تتدهور تتدهور فكرة البورصات السلعية وبورصة القطن من ضمن الحاجات اللي تقفلت عندنا وبورصة الدواجن ايام الثوراء تقفلت احنا بدل ما نتقدم اه اما جاء الرئيس السيسي بتنبه لهذا الموضوع اه اتكلم كزا مرة عن زيادة الاسعار وابتدى يحط ايده زي ما بيحط ايده على المشاكل اللي موجودة في الدولة حطي ايده على سبب الغلاء غلاء الاسعار ايه اكبر مشكلة بتقرب بتقرب كالمواطن العادي اللي هو البسيط جدا جدا اسعار الخضر والفاكهة لانه بيشتريها كل يوم كل يوم بيشتري طماطم وبطاوتس وخيار وكذا وكذا احتياجاته الغزائية يعني من لا يملأ قوته لا يملأ قراره. فطبعا اما يبقى حصل تفاوض في الاسعار بتاعتها بطريقة غير منضبطة دي بتأثر على ميزانية الاسرة. تمام. الناس مش عارفت ايش. الرئيس تم بهذا الموضوع وابتدى يتواصل معنا في الجهاز الرئاسي بتدى يتواصل معنا بيتواصلوا معنا شهريا بنقابلوهم المتواصلين معنا في علشان يشوفوا ايه متطلبات ايه ايه المعوقات في تنفيذ هذا المشروع. تمام. اه المشروع دو طبعا بيعمل حاجات كتيرة جدا. بيحسن الاقتصاد. اه بيعمل دراسات اه وسائل جودة. ما عادش ان احنا نوفر المنتج بس. لا. جودة المنتج كمان دي همه جدا جدا. يعني حضرتك طبعا لا يخفى عليكي. ويمكن كلنا كمافريين. عنينا في السنين اللي فاتي دي في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول. بتيجي في الصيف تاكلي بطيخي جيلة اسهاج. تاكلي اه خوخي جيلة اسهاج. ما هو طبعا فوضى. فوضى استخدام المبيدات. ايه. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعلاجها. اه. لان انا عاملين معامل جودة في البورصة اللي هي بتاعتك. اه اه معامل الجودة دي خاصة بالنواحي التصدرية. النواحي التصدرية والمواطن. والرقابة الداخلية ايضا. اه. اه. حيات ده شيء مهم جدا علشان على الاقل يعني في الفترات الاخيرة كنا بنسمع عن بعض المشكلات اللي بتواجه بعض السلع الغذائية في تصدرها. اه. وده اعتقد يعني فيه نوع من الاساءة. بشكل او باخر. طبعا. لينا ويه لتواجد الاساء المصري. انا انا رئيس الشواء بالعمل للمصدرين على مستوى مصر. تمام. اصلا من زمان قبضت. وهمني جدا ان التصدير ده ينجح. تمام. واحنا لما منفقد سوق. لما منفقد سوق منقعد عشرات السنوات عشان نستعيد. صحيح. هذا السوق مرة اخرى. صحيح. عندك حق واعتقد ده شيء مهم جدا. خصوصا كمان يا فاندم في ظل مشروعات قومية. اه. انا ما بتكلم عن اه مشروعات تنمية زراعية زي اه المليون ونصف مليون فتان. طبعا. اه احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا المنظومة المتكاملة. والتنظيم الجيد للزراعة. والرقابة على الجودة. ثم للتصدير. ثم لزيادة اه اه الصادرات. يعني دي كلها بتصد في الناحية الاقتصادية. المعمل اللي احنا عاملينه ده. اه تكلفته عالية جدا. هو اخبر تاني معمل اه في مصر. اه اه بتنشؤ معنا اه الهيئة العربية للتصنيع. بتنشؤ معنا. اه وده واخد اه مواخد اه مواخد اه مواخدين بيه موافقة الاتحاد الاوروبي. تمام. اصلا. يعني معتمد من الاتحاد الاوروبي. يعني المنتجات اللي هتفحص عندنا معتمدة في الاتحاد الاوروبي وان شاء الله. اه مش هيقعد فحصها مرة ثانية. خلاص بقى. اه. خلينا نرجع. في ثقة في الفحص. الحمد. هي شهادة ضمان جودة. يعني طالما شهادة ضمان الجودة دي موجودة هي التصريح. زي بنفيه نقطة برضو ادفع لحضرتك. احنا ليه المصريين ما 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 نولوش ويكلهم اه منتجات مفحوصة. لا ده اساسي يعني. يعني يعني ما احنا برضو زي بقيت خلق الا. احنا لنا الاولوية طبعا. اه لنا الاولوية. يعني المواطن المصري ليه الاولوية دايما. الحاجة التانية ايه? اما نعمل حاجة زي دي. احنا بنساعد الدولة. ليه? احنا اقل الفطورة الصحة. اللي بتتكباتها الدولة. صحية. في الامراض اللي بيصب بها المواطن من المبيدات. حقيقي. وفوضى المبيدات دي لازم تقف عند حد ده. جميل يعني رقابة مطلوبة. اه. في كل المجالات وعملية الضبط والتقنين ده شيء جيد جدا. بيعود بالنفع على كل. طبعا. طبعا. الغرفة التجارية المصرية لمحافظة البحيرة. اه. واعتقد انها هي المقر اللي هتكون فيه الفرصة السلعية. اه. بتتم في الفترة حاليا يكون فيه افتتاح رسمي من قبل اه سيد رئيس. رئيس. عبدالفتاح السيسي. قريبا ان شاء الله بنتطلع اليه. هل يكتب دينا فكرة عنها خصوصا انا شايف ان فيه انشطة كتيرة جدا موجودة يعني كتيب بيشمل اه عدة نقاط مهمة. اه. هو طبعا البورسة كان الرئيس اه مدينا سنة كان عدنا تلاتين تسعة نكونوا يعني انتحينا منها. اللي اخر اه اللي اخرها عدة عوامل. اه اه اول حاجة ان احنا عملنا فيها المعامل دي. وعشان نعمل المعامل دي. ناس سفرت برا وروحنا للاتحاد الاوروبي وجبنا زيارة ازاي ومعامل الجودة ازاي. فدي عطلتنا عطلت اخارة اه اللي افتتاح خمسة شهور. تمام. الحاجة التانية انه التجار العشوائيين بيقاوموا هزا المشروع مقاومة اه جامدة جدا. تمام. ودول طبعا مش ناس سهلين. بيعاونهم ناس كتيرة جدا. من جميع التواقف. بمعنى ايه خد? احنا عندنا زي عندنا اسواق عشوائية موجودة في حافظة البحيرة. اه. هزيه الاسواق هزي الاسواق ما اه اه هي سبب الغلاء اللي احنا فيه. لانه اصلا انا عايز امنع الحلقات. ايه اللي بيخلي السلعة تغلى? المنتج ينزل السلعة مسلا بجنيه. اه. عبارة ما تلفى على الحلقات على عشر حلقات وتوصل للمستهلك. بتبقى بعشرة جنيه. صحيح. يبقى الف في المية. احنا من اقتصر الحلقات دي كلها نخليها حلقة واحدة. البرصة بتخلي الحلقات دي حلقة واحدة يعني من من المنتج. للمستهلك. 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 للموزع على طهول. واللي في الوسط دول ايه? فطبعا اللي في الوسط دول هم اللي عملينا الدوشة دي. اه يعطلونا ويعملون. طب هلو هم توجودهم اساسي ولا ممكن الاستغناء عنه? الاستغناء عنهم. اللي يمشي اللي ينتزم. حاليا دلوقتي الرئيس السيسي يعني حازم بصراحة. وانا بيجبني حازمه. اه اللي ما يمشيش في المنظومة القومية والوطنية يستغنى عنه. اللي يمشي في المنظومة القومية والصالح الناس اهلا بيه. احنا مش ضد ان الناس تاكل عيش. بس النظام يبقى فيه نظام مفيش فوضة. مش معنى ان احنا دخلنا الجاد وفيه حرية اقتصاد يعني فوضة. يا فانتم ساعات بتلاقي السلعة في منطقة معينة ليها سعر? مش عايز اقول في منطقة تانية. ان كان في شارع تاني في نفس المنطقة ليها سعر تاني. هل تواجد البورصة هيكون ليه دور في عملية الضبط بالنسبة. هي طبعا البورصة دي لها دور على مستوى الجمهورية. لانها السعر بتاعها هيبقى موجود في شاشات في احنا عندنا خمسة وسبعين في المية من انتاج مصر. من خمسة وسبعين في المية من انتاج مصر من الخضر والفاكهة موجود عندنا. تمام. في محافظة البحيرة. السعر اللي عندنا هيبقى موجود في في سوهاج وموجود في بورسعيد. في كل في كل المحافظات. على مستوى الجمهورية. اه. هتكشف السعر بقى في الحالة دي. يعني هنصحى الصبح كده نشوف اسعار الخضروات والفاكة. كلها. والفواكة. الخضروات والفواكة كلها موجودة. في اخر قفل لها من البورسة. من البورسة. مش عند بقى الوكالة الفلانية والسوق الفلاني والسوق العلاني. وده السعر اللي هيكون متواجد في الاسواق. كل الاسواق. بالنسبة لي انا كمستهلك او كواحد رايح يشتري اه كيلو فاكهة او كيلو خضار هبقى عارفة سعره قد ايه من الاول فده نوع من الوعي. اه. حتى بالنسبة للمحاطن. زعد انه برضو الرئيس تنبه والقيادة السياسية تنبهت. اه في اخر تعديل لقانون اه حماية المستهلك. اخر تعديل اللي اتعمل الشهر اللي فده. الشهر اللي احنا فيه ده. تمام. حتى ضوابط لللي بيزود السعر يعني مش معنا ان ما فيش تسعيرة انك تحط السعر على مزاجك وتستغل انك. اه. فتحط ضوابط في قانون حماية المستهلك الاخير لهذه الجزئية. تمام اه بتحدد نسبة معينة اه نسبة معينة. واللي ما يلتزمش بالسعر ايه? واللي يحط البضايا مخلفة ايه? واللي يغش ويدلس ايه? كل ده تحط له ضوابط. في القانون اللي هو طالع لسه طالع. قانون حماية المستهلك. تمام. زي ما حركت فضلت وقلت احنا كمان عندنا في البورسة شهادات ضمان جودة. اه. لتنمية الصدرات الزراعية. اه. وحماية المواطن المصر. وحماية المواطن المصر. بس انا خليني اتكلم عن جزئية الصدرات دي. هل بنركز على اه منتجات معينة? هل بيكون في نوع من التخطيط من قبل حضراتكم من قبل وزارة الزراعة اه لتوفير كميات معينة للتصدير لاماكن معينة? احنا بنفتح اسواق دلوقتي في كافة الدول يعني الدول الافريقية تحديدا. اه ايه المخطط لهذا الموضوع? احنا طبعا ما عندناش حزر اه اه وا 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 اجراءات حماقية للتصدير الا في حاجات في سلع قليلة جدا زي الرز كده. لانه اصلا اصلا مشكلة الرز ده اللي هو مش فاهم يقولك احنا ليه بنمنع تصدير الرز. احنا بناشى تصدير الرز ولا حاجة. كل ما فيها ان الرز المصري ده مطلوبة عالميا وسعره برا سبع تلاف دولار. ام. وكان سعره عندنا نهوان الفين دولار. فطبعا الفرق حاجة كبيرة. والرز التاني العالمي ان كان في الهند في الصين في الدول التانية بثلاث تلاف والفين واربعة. بتاعنا ده غال جدا. فطبعا ده فتح شهية المصدرين على الاساس ان انا نائب رئيس الشابة العامة للمصدرين بس انا ضد هزا الموضوع. اه فتح شهيتهم ان هما يصدر رز وانها سنة ما تلاقيش تأكل بسار يغلى هنا. اه. فاحنا ضد هزا الكلام. فاحنا الحاجة الوحيدة اللي عملت لها اجراءات حماية. طب ايه يعني ايه المبرر يا فاندم? بيغلى هنا. اه. لان انا لما بصدر بقلل الكمية المعروضة بالسوق? لان لما بصدر كله بيعتكلب ان يبيع للمصدرين. وما بيبقاش فيه احتياجات السوق المحلي. الثجمان احنا كنا بناخد احتياجات السوق المحلي نحطها في المدارب. الوقت المدارب باعوا نصوى الاراضي بتاعتهم. وعملوا كافاتريات. وعملوا الا مطعم الفاضية اللي في المدارد اه افراح. فمن بيقاش عندهم امbeitsن يخزنوا حتى. ولا فلوس. ازا لابد من الاهتمام في الاولوية بتوفير احتياجات المواطن المصري. بتوفير احتياجات السوق المحلي تأتي بعد ذلك الخطوة الاخرة وهي جانب التصدير وده شيء مهم جدا. انا طبعا مطلوب من انا بناشد القيادس طبعا احنا عندنا دعم جدا من سيد المحافظ اه اللي هو هشام اللي جاء في الحركة الاخيرة ديا. ايو. وعندنا دعم قوي جدا جدا من منطقة الشمالية اه في اسكندرية. للمشروع بتاع البورصة ده. تمام. دعم قوي جدا ودعم قوي جدا من اه من مديرة الامن عشان القضاء على التجارة العشوائية. بس انا عايز برضو تكسيف الجهود ان احنا نكمل القضاء للتجارة العشوائية. ان شاء الله بازن الله يعني يكون فيه نوع من المنظومة المتكملة والرقابة المتكملة لضبط الاسواق المصرية احنا في اشد الاحتياج لهذا الموضوع للاسف وقتنا خلص. انت عارف ان موظم الارهابيين اتمسكوا في مزارع بتاعة تجار عشوائيين. موظم الارهابيين. هي منظومة متكاملة يعني هو امن غزائي وامن قومي وفي ذات الوقت بيوفر الحماية والاستقرار للمجتمع ككل. بشكرا حضرتك شكرا جزيلا. لا. اساس فاتح السيد مرسي رئيس البورصة السلعية ونائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية رئيس غرفة البحيرة نورتينيا فاندف. شكرا. شكرا. ان شاء الله افتتاح قريب. ان شاء الله. لبورصة السلعية ويكون فيه اه معلومة للمواطن مصري. انا وانا نزل اشتري خضار. هعرف ان تمن الخضار الفلاني كزا. تمن الفكهة كزا. هيكون فيه نوع من المعلومة المتوفرة لدى المواطن. الف شكرا لحضرتك. لسه مع كل مشاهدين جهود على المستوى المحلي وجهود خارجية بيتم بزلها. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتواجده في الولايات المتحدة الامريكية كان حريص جدا على اه يعني التواجد و اه مقابلة الغرفة التجارية الامريكية. بتأكيد ده بيفتح مجالات كثيرة جدا لتعاون انواع التبادل التجاري ا ا آآ يعني شبثة آآ آآ انواع التجارة. هنا استمع الان الى كلمة آآ ا او جزء من كلمة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بالامس و نعود مع حضراتكم لنستكمر لقائنا في مشارك جميل. اشتركう sucker اشتركوا في القناة